وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم النمع مصرف الإمارات للتنمية بهدف تعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية وخدمة مصرفية بشروط تكفل استدامة النمو لكافة الأطراف المعنية بالإضافة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والارتقاء بها وبموجب شراكة بين الوزراء والمصرف سيتم تخصيص محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لتمويل قطاعات صناعية ذات أولوية بهدف دعم وتمويل 13500 شركة ومؤسسة كبيرة وصغيرة ومتوسطة أوضحت نيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حسابتها في مواقع تواصل اجتماعي إحدى صور جرائم الرشوة الخاصة بوعد موظف عام بعطية أو مزية للتدخل أو استغلال النفوذ لدى موظف عام أو قبول ذلك الموظف أو طلبه لتلك الرشوة مقابل استغلال النفوذة ونوهت أن نيابة العامة إلى أنه وفقا للمادة 237 مكرر من قانون العقوبات الاتحادية فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو أي شخص آخر بيعطية أو مزية أو منح غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر لتحريض ذلك الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المعرض الأصلي من ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر من إدارة أو سلطة عامة شكرا